تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق السكنية في غزة وشرق مدينة رفح جنوب القطاع تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارتها ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات غالبيتهم من الأطفال حرب الإبادة الجماعية التدميرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة تتواصل في ظل ارتفاع متزايد بأعداد الشهداء والجرحة والمفقودين في مختلف أنحاء القطاع في مخيم جاباليا شمالي قطاع غزة استشهد أشخاص جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منازل بالقرب من مدرسة أبو حسين وكذلك لعدة مناطق مجاورة وشهد شمال خان يونس ودير البلح تنفيذ طيران الاحتلال الإسرائيلي أحزمة نارية وغارات مكثفة كما حصرت عشرات العائلات في أبراج مدينة حمد بخان يونس مع استمرار إطلاق النار من قبل طائرات الاحتلال المسيرة والآليات تجاه الأبراج وشرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة أبو عنزة بحي السلام ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات غالبيتهم من الأطفال فيما تواصل طواقم الدفاع المدني عمليات البحث وانتشال الشهداء والجرحة نتيجة الاستهداف وفي هذا الصدد أعرب الهلال الأحمر الفلسطيني عن قلقه بشأن سلامة المعتقلين من طواقم الذين ما زال مصيرهم مجهولا مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التدخل للضغط على السلطات الاحتلال للإفراج الفوري عنهم